لطالما وقف على هذا المسرح فننون كبار أحيوا حفلات فنية وأطربوا جمهورا مفعما برائحة الصنوبر العابقة في ذلك المكان مدرج صوفر معروف أدي هو قديم كان شيء مميز جدا بطبيعته بموقعه الاستراتيجي كانوا يطلعوا كبار الفنانين عليه اليوم مدرج صوفر تحول إلى مكب عشوائي وأصبح التفوح منه رائحة الدخان المنبعثة من النفايات المحتريقة هيدا كان مدرج كورموني العمل فيه حفليات وهلأ أصار مكب عشوائي للزبالي وللقرف كله سواء هيدا المكب عملينه بس عم بيحروا فيه الزبالي في ثلاث أحياء تحت سكنية هالأحياء السكنية عم تتأثر بطريقة مباشرة من ورا هيد دخنة مانو بعيد عن البيوت أبدا محطوط على أعلى نقطة بصوفر الهوى عم بيصحبون كل الهوى لدخنة الزبالي عم تنسحب على البيوت العالم بتحسدنا بتطلع لعننا لتصيف وتنبسيط بالهوى المضيف آياتنا خير نحن رح نصير ننزل صيف عندهم مش هني عقاريا المدرج يقع ضمن نطاق بلدية شارون التي تعتبر أن هذا الحل هو سيء ولكن يبقى أفضل من الأسوأ بانتظار أن تحل أزمة النفايات من هون لشهر لازم يوجد حل في حال من وجد حل بدنا نرجع نشوف حل تاني بدنا نرجع نشوف حل تاني لننهي هالمصيبة يعني هناك اتفاق بين اتحاد بلديات الجرد أنه نلاقي مكاب للكل يعني وين عمل مطمر يكون حريص ما يأذي حدا مشكلة النفايات عنا مش مشكلة بلدية هذه مشكلة دولة ونحن بالدولة في عنا وزير اسمه وزير بيئة هو المكفل بهذا الموضوع لطالما تغنينا بمهرجاناتنا الفندية على امتداد الوطن ولكن ماذا لو حكم احفاد مسؤولين احفادنا قد يترحمون على قلعة او معبد سهر به اجدادهم وغنوا فيه حتى الصباح اشتركوا في القناة